تفسير حلم شخص يقتلني بالسكين له العديد من الإشارات عند رؤيته في المنام والحلم من الأحلام المزعجة والتي تسبب كثير من الخوف والضيق لمن يراها ولكن رأية الحلم في المنام قد يكون له بعض التفسيرات الحسنة التي تدل على القوة والسيطرة الحالم إذا رأى في المنام أنه ثمة شخصا يطعنه بالسكين ويسيل منه الذن فقد يعني الحلم أن الرأي ربما يتعرض للغضر والخيانة من أناس يعتقد فيهم الطعنة والتخلي عنه فعليه أخذ الحيضة والحضار رؤية الفتاة العزباء لشخص يقتلها بالسكين في المنام قد يشير إلى قوة الشخصية التي تم التبع بها الفتاة كما قد يشير الحلم إلى المحبة والود من المحيطين للفتاة لهو التمتع بحياة أسترية مستقرة رؤية المتزوجة في المنام لحلم السكين قد يشير إلى التضحية والمحبة البالغة من المرأة لبيتها وزوجها كما يشير الحلم إلى حرصها على تربية أبنائها بشكل جيد ورعايتهم بطريقة كاملة رؤية الحامل في المنام أنه ثمة شخصا يطعنها بالسكين في المنام قد يشير إلى الولادة المسيرة والرزق بالولد الذي كونه سببا للفرحة والبهجة في حياة المرأة الحلم إذا رأى في المنام أنه ثمة شخصا يطعنه بالسكين في المنام قد يشير إلى تعرض الحلم للخيانة والغدر من أقرب الناس المحيطين له المرأة المتزوجة إذا رأت في المنام شخصا تعرفه ويريد قتلها بالسكين فقد يعني الحلم معاناة المرأة من كثرة المشاكل والخلافات مع الزوج في حياتها وإذا رأت مطاردة الشخص لها فقد يشير الأمر إلى كثرة الأعداء والحاسدين رؤية الحلم في المنام أنه شخصا يطلق عليها النار ويصيبها قد يشير إلى تحسن أحوال الحلم للأفضل من الناحية المادية وحدود الحديث من التغييرات الإيجابية في حياة الحلمة نهاية حلقة اليوم إلا أعجباتكم لا تنسوا اشتركوا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله